أقامت مساء أمس مرشحة اليمين بالانتخابات الرئاسية الفرنسية مؤتمرا صحفيا تطرقت فيه إلى العلاقات الفرنسية الأفريقية جاء هذا المؤتمر بعد اللقاء الذي جمعها مع فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو بمدينة أمجر خلال ساعة فإن مرشحة أقصى اليمين في الانتخابات الرئاسية في فرنسا ماري لوبان تحدثت مع صحافة الوطنية والدولية حيث نفت الإشاعات التي يشنها منافسها وخاصة عن موقفها من الأفارقة مؤكدة بأن فرنسا ستستضيف الطلاب الأفارقة ولكنها ترفض أن يظلوا عاطلين في أوروبا دون عمل لذا من الأفضل أن يعودوا إلى بلدانهم لتطبيق المعلومات التي طلقوها في سوق العمل من أجل تنمية أوطانهم وفيما يتعلق باللقاء الذي أجرته مع رئيس الجمهورية رأس الدولة إدريس ديبي إتنو فقد أكدت بأنها تتقاسم نفس الرؤى والمواقف مع الرئيس ديبي حول العلاقات الفرنسية الإفريقية حيث أبانت له موقفها الرافض لتعامل فرنسا مع إفريقيا لابد من طي صفحة الماضي وفتح صفحة جديدة كفيلة ببرامج عملية في مجال التعاون في شتى المجالات ويجب على إفريقيا أن تضمن مصيرها دون تدخل أجنبي ماري لوبان جددت رفض حزبها على التدخل في ليبيا وأن هذا التدخل خلف نتائج أثارت قلق المجتمع الدولي من المزمع إقامة الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية في فرنسا في الثالث والعشرين من أبريل عام 2017 وأنها ستقام وسط صعود شعبية أقصى اليمين حسب المراقبين ولد من ا Look Fantastic التي يشBeتkeeper وستطيلان وترجمة نانسي قنقر ويش سبق هش